بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدار دايماً بيكون أحبابنا معنا يوم الحد نتكلم فيه عن إزاي نتجاوز كتير من التحديات اللي بنعيشها في حياتنا الزوجية ويبقى بننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نعيش قوله وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مؤدة ورحمة يبقى احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتمسك بمدد الله للبيوت النهاردة بالذات عن التكلم عن حاجة بتحصل في كتير من البيوت وكتير من الناس ينكروا إن هي موجودة مع إنها موجودة عارفين التحدي بتاع النهاردة اللي بيزهر في كتير من البيوت وما ينفعش نسكت عنه ما ينفعش نسكت عنه لأنه هو في الحقيقة كل ما كنا بنتكلم عن حكاية خفية بتفسد البيوت وبنقدر نتعامل معها ونتجاوزها هو ده محل العمل اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وهو إصلاح ذات البين تعالوا نشوف التحدي بتاع النهاردة بيقول إيه التحدي بتاع النهاردة بتتكلم عن العلاقة الانتقامية ما بين الزوجين أول ما يسمع الزوجين كده يقولوا ما فيش علاقة انتقامية خالص الحمد لله ما عنديناش الكلام ده تعالوا نشوف نشوف حالات عندها تحدي كبير في علاقتها ويأن طرف من الأطراف ماله حاسس أن شريكه عايز ينتقم منه ومش شايف فيه سبب لده والطرف الآخر بيقول والله أنا مش شايف أن أنا بعمل كده وحقيقة أنا ممتقمش منه لأنا بحاول بقدر الإمكاني أن أنا ساعده يكون أفضل بأن أنا أضغط عليه آه بس أنا في الحقيقة مش بنتقم منه ولا بكسره أنا بحاول بقدر الإمكاني أن أنا أخليه بأحريص أكتر وخليه بأفعال أكتر وفي أوقات الزوج بيكون حاسس أن بينه وبين زوجته تاريخ من المشاكل وفيه ضغط نفس عليه وهو بيتعامل معها فيعمل إيه؟ وهي شايفة أن هي محتاجة تتغير وهو شايفة أن هي محتاجة تتغير ليه طيب محتاجة تتغير؟ لأنها ذلوعة وأمرها ما تحملت المسئولية وطول الوقت كان هو اللي بيشيل مشاكل للبيت وهي ما بتعملش حاجة والزوجة برضو بتكون كل اللي عاوزاء أن هو يتوقف عن الطريقة اللي بيعملها بيها ويبطل العنف مش قصد الضرب طبعاً الضربة جريمة وكمان حرام ولكن تصرفاته أنه هو يوجعها وأنه هو يؤذيها وأنه هو يقولها كلام من تحت لتحت وهي تتجرح وتتدايق ويهددها وكمان يقارنها بغيرها وكل أو يزع الأولاد على حاجة هي اللي قالت لهم تعملوها وهي ما لهاش زنب في ده كله المشاكل اللي بينها وبين أهله مثلاً يحسبها عليها طب هم بيعملوا كده ليه؟ لأنهم في الحقيقة نفسهم مش طيبة وبيحاولوا يعملوا الكلام ده ساعات من غير ما يدروا وعشان كده بنلاقي مشكلة ما بين الطرفين أن فيه ندية في العلاقة أول ما بيبقى فيه ندية في العلاقة بنشم ريحة الإيه؟ ريحة الانتقام وكل طرف يطلب من الطرف الثاني أنه هو يسلم يزعن بقى سواء أنه هو يزعن باستخدام الدين زي الراجل في حالة ما يستخدم مفهوم القوامة أو الست لما تستخدم مفهوم الرحمة وإحنا وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وساعدتوا يستخدم في الانتقام كمان إيه؟ العلاقة بالأهل عتسمع الكلام ولا ما فيش زيارة لأهلك وبنعرفنا أن فيه علاقة انتقامية بدأت تظهر ما بين الزجين لما سمعتش الكلام مش هتروح لأهلك وإنت لو مرحمتنيش هادع عليك آه ده انتقام خلاص يعني كده ده انتقام رسم والزجين ساعات ما بيبقوش عارفين إن ده انتقام وبيستغربوا لما نقول لهم ده وينكروه بس هي بتحصل لما يكون أسرة الزوج والزوجة كمان بيتدخلوا ما بين الزجين ويا سلام بقى أشهر حالة انتقامية بتبقى ما بين الزجين إمتى؟ لما يكون الأهل ما كانوش موافقين على الجواز وهم اتجوزوا فإيه اللي حاصل فتحصل مشاكل والزجين بيحبوا بعض فيتجوزوا والأهل مش موافقين فإيه اللي يحصل فبعد شوية نكتشف بقى إن إيه؟ إن إحنا مختلفين فيقل لي حاصل تقول والله ده أهلي كان عندهم حق وأنا اتحملت أو هو يقول والله أهلي كان عندهم حق وأنا يبدو إننا أخطأت في القرار ده فيبتدوا الأهل يضغطوا فيبتدي هو ينتقم على التكلف اللي هو تكلفها في الجوازة أو إن هي تبتدي تنتقم عشان هو مش حاسس بأدية ضحة علشانه ونكتشف بقى إن الأهل كانوا بيدخلوا من تحت لتحت وبدون ما يشعروا في كل التفاصيل كل تفاصيل علاقته مهما كانت بعيدة عن طريق التحريط ساعات وساعات التلميح وطرق كتيرة مباشرة أو غير مباشرة وممكن كمان الزوج يستعرض بعض الأمور اللي هي صعبة عليه أهل الزوج زي الأيمة ورفضوهم إنه هو ورفضوهم النواة الجوز بنتهم والفواتير اللي دفعواها له كتير وعملوا له مشاكل وهي بتدفعوا فاتورة كمان كمان ممكن تدفعوا فاتورة إيه؟ تدفعوا فاتورة رفض أهله ليها عشان كده لازم نعرف إن الجواز مش ساحة للصراع ولما الجواز بتحول لساحة من الصراع اللي بيحرك للاتنين الانتقام هي تقول ده بيتعامل معايا كإني عدوته وهي كمان بتقول ده بيتعامل معايا كإني عدوته ساعتها بنعرف إن الجواز تحولت إلى ساحة من الصراع وإن بيحركهم مش المحبة ومش الموادة اللي بيحركهم الانتقام ويساعات المهركة اللي ما بين الأهالي يعملها الأزواج بالنيابة عنهم وتشتعل البيئة وتشتعل الأسر ويحصل حاجة مشهورة أوه والتلكيك التلكيك والانتقام المتبادل بقى ويغيب السكن والموادة والرحمة ومين اللي بتفرم الأولاد والأولاد يبتدوا يعانوا وهنا ساعات السن بيكون عليه عامل فمثلاً لو هو كبير في أخواته فهو المفروض كلمته بتتسمع وإن هي تقدره وهي مثلاً صغيرة في أخواتها فهي تدلوعة فالتلين لما يمقوا مع بعض كده وكل واحد شايف إن هو نجم في أسرته يبقى إيه اللي يحصل لما بييجي بقى يحصل التنافسية حطيني في مكانتي وقدرني أنا درة فريدة ويقول لها لازم تحترميني أنا صاحب الكلمة وأنا كلمتي هي اللي تمشي وعايزها تزعي ليه؟ عشان هو الكبير وهي عايزة تترحم وتتدلع ليه؟ عشان هي الصغيرة فإيه اللي يحصل؟ يحصل خلاف ضخم لكن تعالوا نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل عشان يعلمنا إزاي نتجنب ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائماً يتغاضى ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التراكم ملذلك ما تسيب لو أنت مثلاً عندك مسألة إن هي أهلها عملوا 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 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأوا بالسلام السلام هنا مش إنه يقول سلام عليكم السلام يعني إيه؟ المسالمة خلاص انتهى ده كان زمان العيش في الماضي ليس من شيمة العقلاء والحكماء أنت بتعيش الحياة أنت تزوجت بنتهم وخلاص وبقيت ابنهم لما تفضل تكتر ده وتفضل تعيشه هذا مش من شأن الحكماء لأن الكيس من دهنا نفسه هو عمل إلى ما بعد الكيس هو اللي بيبصه لقدام مش بيبصه لورا وعشان كده العلاقة دي هيكون فيها عدم توافق لما الناس تبصه لورا إلا لو كان الشخص بياخد مبادرة إن كل اللي حصل بنا انتهى لكن لما ياخد بقى دور الناقد وحاول بقدر الإمكان النوايا قهر اللي قدامه المسألة هتوصل فيها إن احنا قد نستخدم الشرع في انتقامنا من بعض فهو يقول لها ما تخرجيش من غير إذن أه حقي ولا مش حقي حقك وهو يتقول له انت بتاخد من الشرع اللي انت على مزاجك وانت بتنفس كل الشرع يعني يعني انت أصلا بتحسن إلي انت بتوقف جنبي انت بتراعي البيت ما حضرت النبي قال كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعياتي الرجل راعي وهو مسؤول عن رعياتي احنا مش برعيتك وانت كنت يعني بتوقف جنبنا ولا بتبقى موجود معانا ولا انت سايب كل الحمل علي فيتحول الدين والشرع إلى إيه إلى والقيم كمان القيم كمان لما تجي تقول له فين الرجولة في اللي انت بتعمله ده ويقول لها فين الرقة وفين الأنوسة في اللي انت بتعمله ده فيتحول الدين والقيم أدتين من أدوات الانتقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا في علاقتنا في علاقتنا بأزواجنا وزوجاتنا ايه؟ علمنا ما قال للسيدة عائشة لما قالها اني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فقط اللي احنا فهمناه ان هو حضرة النبي يعرف امتى هي بتغضب وامتى لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لها ايه؟ انا مش عايزة على إن أنت بتكون يساخط عنه وإزاك السيدة عائشة لما قالت له كده رح تقالت له إيه والله لا هجر إلا اسمك يا رسول الله يعني وعيز يقول لها إيه أنا عارف إن أنت بتسخطي علي بس أنا كمان ما بنتقمش منك هي حسد بده حسد بأمان وإيه اللي حاصل هنا ومن هنا نعرف إن كل واحد فينا لازم يكون ميخلي باله من السلوك العريانة اللي عند شريك حياته ما يجي فحضت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنا عارف إن إيه أنت لما بتكوني زعلانة بتقولي إيه فأنا ساعتها مش هقفلك على الوحدة لإن ده هيخليكي تحس بإنك أنت مش مفهومة وتضطر عشان تفواء اللي قدامك ممكن أن تندقل يبقى نعرف منين إن اللي بيعمله شريك حياتنا ده ده نوع من أنواع الانتقام لما يكون فيه ثلاث عوامل وهي المواصبة على التقصد مع التوقيتات المعينة اللي بيحصل فيها ده فيكون ده اسمه انتقام مش إيه مش نديه لعنات يعني إيه فيه حد قاصد إن أنا لما أجيب الموضوع ده إنه يعمل إيه يظهر الرفض وفي الوقت ده بالذات ما يسيبش الموضوع ويفضل ماسك فيه آه ده انتقام أنا على فكرة أقول انتقامنا عشان إيه عشان ننتهبه مش عشان تقوله أنت بتنتقم مني يبقى أنت إنسان مش كويس لا عشان ننتبه إن فيه حاجة عنده هو مش قادر تمشي هو مش قادر يسامح يبقى في اللحظة دي عنعرف أن نعمل إيه يبقى أول علامة لما يكون فيه أوقات معينة وفيه حد بيترصى وحد قاصد إنه يمارس الوقوف والوقوف على الواحدة في الوقت ده في الأوقات اللي مش بيكون الزوجين مركزين فيها بيحصل بينهم العدوة الزوجية يفضل الانتقام 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 لغاية ما يحسوا إنهم أعداء فيبتدي كل واحد يحس إن التاني بيتعامل معاه على إنه عدوه وأكتر حاجة بتصنع العدوة الزوجية هي الانتقام الزواجي ولذلك ممكن الزوجة في الأوقات دي تلاقي زوجها أنا أسف بيضربها بيضربها ليه لأنه عايز ينتقم هو عايز ياخد حقه فلذلك الزوجة لازم تفهم إن الأوقات دي اللي هي بتمارس فيها نوع من أنواع الانتقام الانتقام مش هيوقف عند حد الانتقام دي دايرة دايرة جهنمية هتستمر ولذلك تخلي بالها إن في أوقات اللي هتلاقي فيها جزء بيضربها لازم هي تنتبه لازم هي تنتبه وقد يقول إنه يصل بيها الحل شوف الحل إنه يضربها ضربه كأنه بيضربه بيضرب راجل تيجي تيجينا في جلسات الإرشاد تقول لي دا ضربني وكأنه بيضرب راجل ليه؟ لأنه حاسس إنه هو في حد قدامه كأنه راجل هو دا بالتبرير إحنا بنأكد إنه الضرب جريمة وكبيرة وهو بيقول أنا ما كنتش حسس بنفسي إنه بيكون ساعتها مدفوع بالانتقام شوف ممكن الانتقام يوصلنا إيه؟ إنه إحنا نكسر أعز الناس علينا ونأزي أزية ممكن تفضل طول حياته والضرب دا بيعلم في نفسية الست ويفضل طول حياته في الحالة دي اللي ذكرناها لو كانت الزوجة هي الصغيرة المدللة في العائلة بتكون أكثر شعوراً بأنستها وهو وهو بيهدم لها أونستها وهي كمان هدمت له شعوره بأنه الكبير وطول الوقت بيكون عندهم دوافع دوافع إيه؟ أنا عايزة استرد الكرمتي أنا عايزة استردت أونستي كل حد بينتقم عنده عنده إيه؟ عنده شيء يبرر به الانتقام أنا أعمل إيه؟ أنا مش مرتاح أنا حاسة إن أنا ما خدتش حقي أنا حاسة إن أنا مش مرتاح أنا ما خدتش حقي حقي إيه؟ الانتقام على فكرة الانتقام ما بيجيبش حق ونولي مرة حد انتقم وجاب له والانتقام جاب له حقه الانتقام بس اللي بيفرح به النفس الأمر بالسوق شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو بكر منع العطية اللي كان بيعطيها المسطح ألا تحبون أن يخفر الله لكم؟ فإيه اللي حصل؟ قال أحب والله يا رب فرجع العطية مرة تاني يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى ليس الواصل والمكافئ وكذلك ليس المعتدل بمن ينتقم لأخذ حقه لا دا مش هو دا الاتزان الاتزان مش إنك أنت تنتقم عشا تاخد حقك بنفس الوسيلة اللي حصل لك فيها المهانة أو بنفس الوسيلة اللي حصل لك بيها الإهانة وبعض الأزواج بيقولوا أنا بيتضغط عليها عشان أنا بيضغط عليها بس عشان ايه؟ بيقول ساعة كده أنا بيضغط عليها عشان تطلع اللي جواها لان هي جواها كويس يا سلام ايه عبقرية دي يعني ايه عشان ايه جواها حد كويس فتضغط عليها بالانتقام عشان تطلع الشخص الكويس اللي فيها اه انا اعرف فيه ناس تربويا حتى بيعملوا مع اولادهم كده ما يقولوش لأولادهم كلمة حلوة يقولوا كلام اولادهم كلام صعب عشان يطلعوا اللي فيه بس على فكرة ده بيحصل نتيجة عكسية وجات نتيجة عكسية النتيجة العكسية ان هي ايه ان هي كمان تحولت الى وحش يبقى فيه حاجة لازم ناخد بالنا منها عند الازواج المنتقمين ان ترك المصارحة يؤدي الى المجارحة ان احنا ما منصرحش بعض هنجرح بعض بعد كده هنبقى خشنين هنقذي بعض يعني الشخص الانتقامي عنده طريقة كده انه يجمع صور شريك حياته ويخليها وحشة اللي انا بسميه ايه شينطانة شريك الحياة هي تشنيطانه وهو يشنيطانها انا محدش عمره عمل فيها كده غيرها هي اللي كسرتني وهي اللي خلتني ما يسويش حاجة هي اللي افقدتني ثقة بنفسي وهو اللي خلاني مش حاسة ان انا انثى دمرتني انت اللي دمرتني فالاحساس ده ما ينفعش ان احنا نعيش خلينا اقولكم قبل ما نقول الاجراءات شوية ان الانتقام ده في الحقيقة بيحسه الانسان لما بيحس ان هو مهدد انا مش ببرر انا بفسر عشان محدش يفتكر ان احنا لو وصلنا الى مرحلة الانتقام انتهت الحكاية ابدا خالص بالعكس وصلنا لمرحلة الانتقام نقدر نرجع مرة تانية يبقى الانتقام ابدا لازم نفهم ان الشخص اللي انتو الاثنين لما تنتقموا من بعض انتو كل انتو الاثنين كنتو حاسين بتهديد فكل واحد فيكم حاول يحمي نفسه فيحمي نفسه ازاي ان يورر التاني قوته عشان ما يتعداش عليه مرة تانية بس هل ده حصل؟ ونزاك حاطت النبي قال ايه؟ عشان يوقف الانتقام الناس طبعا كل الاحاديث اللي احنا بتكلم فيها يقولوا ايه الاحاديث دي نتعامل بيها مع الناس لكن في البيت لا في البيت لازم شريك حياتي هو اللي يبادر بان هو يأمني لا يا سيدي احنا بنطبع على بعض احنا اتنين مختلفين فلازم نفهم بعض الاول حضرت النبي قال ليس القويه بالسرعة ولكن القويه من يملكه نفسه عند الغضب هو ده القويه القويه مش المنتقم القويه اللي هو يستطيع ان يمسك نفسه ويمنع نفسه من الانتقام على فكرة انتو لو عشتوا الانتقام ده انتو بتخسروا اعز الناس عليكم بتخسروا احبابكم ليه لان انتو عملتوا معادلتين غلط المعادلة الاولانية هو مش المفروض بص بقى بص الكلمة هو مش المفروض ان هو يبقى احنين علي ويتوجع لواجعي ازاي جاله قلب يعمل كده فيه وهو وانا مش المفروض راجلها وان هي تحطني في مكانتي وتحترمني وتحافظ على كرمتي طب هي لو اهنتني وما حافظتش على كرمتي مين اللي حافظت على كرمتي اذا الواحد كرمته وما كانتش محفوظة في البيت هتتحفظ فين ادي اول حاجة ان المفروض احنا نعمل كده طب اذا كنتوا انتو الاثنين بتقولوا الكلام ده فين صوت صوت الايه صوت النور اللي في القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى نظر اليها فين صوت الرحمة فين صوت المودة اذا عز اخوك فهن يعني هي لو اشتدت طيب خطرة وهو لو اشتد طيب خطر فلازم نبقى فهمين كده ادي اول حاجة اول قاعدة عندنا هو كان المفروض يعمل كده وهي كانت المفروض تعمل كده فهو لما عمل كده انا عملت كده القاعدة التانية ليس هناك حاجة اسمها انا رد فاعل بس لا انت فاعل في الانتقام انتو الاثنين فاعلين محدش يوهم نفسه انه هو في الانتقام رد فاعل انتو الاثنين فاعلين في الانتقام فلازم نتوقف عندها نعمل ايه بقى عشان نتخلص من الانتقام دي الناس اللي عندهم بلاء الانتقام دي ومصيبة الانتقام دي مصيبة زوجية في ناس كتيرة مش فاهمة ان الكلام ده موجود عندهم وفاهمين انه ده مجرد عناد لا الناس تحولت الى كل واحد عايز ياخد حقه ويوجع التاني اول ما تحس ان انت عايز توجعه توجعه ايو انا فرحان انه وجعته انا فرحان انه يتوجعت عشان تعرف ايه بتعمل ايه فيه انت منتقمين والانتقام ده مش من سلوك اهل الايمان واهل المحبة ماشي على نفسه يبقى اول حاجة نعمل ايه اول حاجة نقعد اعدد مصارحة عن علاقتنا بالاهل لعزل تأثيرهم اول حاجة نمنع التأثيرات الخارجية ايه 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 يا ابني ما تسكت لهاش نمنع التأثيرات الخارجية خالص الاهلنا ليهم عندنا البر بس ما لهمش انهم يتدخلوا في حياتنا نعزل تأثير الاهل عن الحياة تاني حاجة نتوقف عن الاسرار على الحلول الصعبة بلاش نحط العقدة في المنشار انا مش هرجع غير لما يروح يعتذر الابويا ويبوس ده على دماغ اخويا فهو ايه اللي حاصل يعني ابوك واخوك اولوية ايه وابويا وانا وانا مش هسامحه وانا مش هسامحها غير لما تروح تبوس على ايد امي لا ده عقدة في المنشار بلاش نتجنب العقد اللي في المنشار دي لو عايزين نتخلص من الانتقام الحاجة التالتة ببساطة لازم نرجع بقى حاجة عاملة زي السحر كده في البيوت اللي هي ايه الامتنان نرجع نمتن البعض كل واحد فينا كده لو هو عايز يحل الانتقام بعد ما نجنب اثر الاهل على البيت وبعد ما نبطل العقد اللي في المنشار نقعد كده ونكتب والله زوجتي دي والله شيلاني طب انا كم مرة امتن انا ما امتن نتاشى ابدا على فكرة يا حبيبتي انا سعيد اننا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيك ايه ده هنعمل كده احنا في دائرة الانتقام اه مو ده لا يكسر دائرة الانتقام احنا محتاجين مبرد اعظم مبرد للانتقام الامتنان نرجع تاني نمتن البعض الحاجة الحاجة اللي بعد كده الحاجة الرابعة عزلنا البيت عن التأثيرات الخارجية تاني حاجة على طول توقفنا عن العقد اللي في المنشار تالت حاجة كل واحد فينا يمتن للتاني بالاشياء الاشياء الحسن اللي هو بيعملها في حياته رابع حاجة واخر حاجة ان احنا لازم نغير برنامج حياتنا ولازم اول حاجة نبغيرها في برنامج حياتنا ان اوقات ما الدنيا تشتعل نقرر ان احنا نصمت ونؤجل النقاش لوقت اخر محدد نرجع فيه زي الساعة نتكلم ونتناقش ومن افضل الحاجات اللي بتخلص على الانتقام الحوار دوموا على الحوار ولو نص ساعة كل يوم الانتقام يقل ويخف الناس بتنتقم لما كل واحد فيهم بيسيب نفسه بيسيب ضميره للنفس الامارة بالسوق فتأكله فلا يبقى منه الا وحش يريد ان يبتلع من امامه لكي يحس بانه موجود بلاش كده احنا احب وبيوتنا مليانة بالرحمة والمواد ده فتعالوا نمسك في مدد ربنا واكيد لو مدينا ايدينا ويهي احتضاننا احبابنا اكيد النور عيسر في قروبنا وربنا عينظر الينا بنظر الرحمة وبنظر الكرم وبنظر اللطف تلطف ببيوتنا يا رب واطفئ الانتقام بانوار المحبة يا كريم يا ودود يا رب العالمين